هنا شايفين أنه كان فيه توقع من الأجهزة الأمنية أنه تم السيطرة على المقاومة التوقع ده هو اللي خلاهم يفقدوا السيطرة على عملية طفن الأقصى ما كانش عاملين حسابهم في اللي بيحصل لا خلينا نقول أنه في عوامل كتير تسببت جزء منها أنه كانت التقديرات الاستخبارية أنه الحماس مرضوعة هكذا كانت التقديرات الاستخبارية إضافة أنه فيه مصالح اللي هي العمال الفلسطينيين اللي سمحت بها إسرائيل بناء على اتفاق مع حماس لإدخالهم للعمل في إسرائيل والأموال اللي كان بيتم نقلها شهريا لحماس فهم كان عندهم تطمينات أنه ما فيش حاجة من جهة غزة لكن كانت تقديراتهم على العكس تقديراتهم كانت أنه من الشمال أنه المعركة الجاية جاية من الشمال من حزب الله مش من الجنوب من غزة وده ليه عوائل أسباب هو جزء من الفشل اللي حصل في 7 أكتوبر بيرجعوا أنه تقديرات الاستخبارية لكن بنظرة أعمق وأشمل هي أكبر من ذلك هو فيه كان أزمة في إسرائيل أنه في السنة الأخيرة إسرائيل فعليا كانت مركزة في اتجاه واحد وهو شخص نتنياهو بحاول ينقذ نفسه وده أثر على كل القطاعات بما فيها الجيش الإسرائيلي التقدير الثاني أنه تم ممارسة عملية خداع كما قالوا هم أنفسهم وتم ممارسة عملية خداع السبب الثالث اختيار موعد العملية اللي حصلت وده كان جزء من عيد في إسرائيل وفيه تراخي في غلاف غزة ده جزء السبب الثاني التراخي بشكل كبير واللي حصل في الضفة اشتعال الضفة طوال 6 أشهر الماضية اضطر أنه منقله حوالي 14 كتيبة من غلاف غزة للضفة وده أثر كمان على الأمن ففيه عوامل كتير لكن كلها حسب الجمهور الإسرائيلي تحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى نتنياهو لأنه فشل في توفير الأمن والوضع الاقتصادي أيضا كان فيه تراجع فهو فشل اقتصاديا وأمنيا لذلك هم بيحملوا المسؤولية بشكل كامل عن اللي حصل في إسرائيل طيب جزء كبير كمان من تراجع شعبيته وزي ما اتكلمنا هو ملف المحتجزين كيف تقيم تعامل نتنياهو مع هذا الملف وهل هو مختلف عن تعامل إسرائيل مع هذا الملف طيلة السنوات الماضية يعني خليني أنا قبل كده على شاشتك قبل كده قلت في البرنامج بتاعكم أنه ملف مختلف شوية يمكن احنا في الإعلام نسمع نتنياهو بتكلم كتير في موضوع الأسرة ولكن عمليا على الأرض الأولوية لإسرائيل كما يظهر هو ليس سلامة الأسرة إن جاءوا بالتفاوت كان بها جاءوا بالعملية العسكرية كان بها ماتوا فقدتهم إسرائيل فينضموا إلى الألف واربعمائة أو الألف وستمائة لأنه خسارة إسرائيل الاستراتيجية وصورتها أمام العالم واللي كانت بتحاول تسوقوا حتى على مستوى صناعتها العسكرية كلها ضربت يوم 7 أكتوبر فاسترداد الصورة دي بالنسبة لإسرائيل هو الأولوية وتفكيك خلينا نقول القدرات العسكرية للفصائل في غزة هم دول الأولوية بيجي بعدها موضوع الأسرة فعشان كده نتنياهو بيحاول يدير موضوع الأسرة بشكل دعائي من الداخل يعني من الداخل الإسرائيل وإذا احنا انتبهنا في خلال الفترة الماضية أنه تم إعلان أكتر من مرة فصائل قالت أنه فيه قتلة من الأسرة في أثناء القصف حتى وصلوا عدد 60 على ما أعتقد وأمس نشره أو أول أمس نشرت نشرت وسائل الإعلام الخاصة بالمقاومة صورة إحدى الأسيرات قبل وفاتها وبعد ما توفت نتيجة للقصف ومع ذلك ردود الفعل في الشارع الإسرائيلي ليس كما هو ليه؟ لأن الشارع الإسرائيلي متجند بشكل كامل وراء العملية بشكل غري يعني بشكل كامل بعيدا عن هو فيه الخلاف الوحيد هل يبقى نتنياهو أثناء الحرب ولا نخليه بعد الحرب نحسب هو ده الخلاف لكن هو كعملية ومتجند ده أمر الأمر الثاني يمكن الناس كتير متأخذ ما فيش صور تنقل في الإعلام الإسرائيلي عن القصف الإسرائيلي يعني المشاهد اللي احنا منشوفها قصف البنانات والأطفال وكلام ده مش موجود وسائل الإعلام الإسرائيلي مليئة ببرامج توكشو تحلل الوضع العسكري لكن بيتجلبوا هذه الصورة تمام الصورة دي مش موجودة لا تنقل بشكل كامل هل ممكن تؤثر عليهم تؤثر على الرأي العام الإسرائيلي لا أعتقد المجتمع الإسرائيلي يميني يعني منذ سنوات هو يمين لليمين وخلينا نقول أنه يعني التجنيد أعلى نسبة تجنيد احتياط واستجابة حصلت في الحرب دي برغم أنه كان نفس دول مجندين الاحتياط كانوا بطلعوا مظاهرات ضد نتنياهو لكن نتيجة للعملية سبعة أكتوبر ويكمل حشد والصور التي تم نقلها في الداخل الإسرائيلي لا كله متجند ضد الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر